السلام عليكم خواتي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عدنا اللايف تاع الوحدة الثانية. مراجعة الوحدة الثانية. العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته. على سبعة عشية كما اللايف اللي ديناه مرة يفاتت. في الوحدة تاع اليوم كيم بزاف الجماعة ليهملوها. لي ما يعطونهاش اهمية كبيرة على بداعي انه ما بتحش في الباك بزاف ولا. جماعة الوحدة هذي بالنسبة لي انا هي اهم وحدة في البرنامج. على له. لانه اه في الوحدة هذي احنا عارفوا كيفاش البروتين يقدر يكتسب بنية فراغية تؤهله القيام بوظيفة معينة. والوظائف تاع البروتين هما اللي هنقرأهم في الوحدات لي من بعد كما النشاط الانزيمي ووظيفة بروتين. تدخل البروتينات في المناعة كذلك هو وظيفة بروتين. الوحدة الخامسة هي الاتصال العصبي كذلك دور بروتين في الاتصال العصبي هي وظيفة بروتين. اذا كان فهمت مليع من الوحدة هذي تقدر تفهم الوحدات القادمة الوحدات اللي بعدها بسهولة. على شخصنا بسهولة? لانه البروتين عنده احماض امينية. لازم نعرف اشنه هو السلوك الاحماض الامينية. لازم نعرف اشنه هي الخاصية الحمقالية. لازم نعرف اشنه هي الروابط اللي تقدر تنشأ بين جذور احماض الامينية. كذلك كيفاش البروتين يكتسب اه بنية فراغية مع انتها يرتقي في المستويات البنائية من بنية الى اخرى حتى اللي عنده تخصص وظيفي. هذي النقاط كاملة راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو تاليوم. وان شاء الله راح نمدلكم كل الافكار اللي تتعلق بالوحدة هذي في الباك. مع انتها الاسئلة اولا التمالي اولا كيفاش تقدر تطيح مع الوحدة اللولى اولا مع الوحدة الثالثة عن نشاط انزيمي. نحاولو نشوفو كلش ان شاء الله نكونوا بقوة خوتنا وبرتاجيونا هذي الفيديو باش الحشية ان شاء الله تكونوا حاضرين كتر من المرة اللي فاتت في غضون ساعة ولا نفروها مع الوحدة الثانية ان شاء الله. شكرا نبقى على الاخر.